آخر أخبار مواقع تواصل الاجتماعي والسوشال ميديا خبرنا الأول من تطبيق انستغرام واللي راح طرح ميزة استرجاع المحذوفات من المنشورات يعني لو حذفت أي منشور في خلال 30 يوم تقدر تسترجع المنشور هذا لكن الفكرة هي أنه لازم تحط فيه الإعدادات والساتينغز نشوف الفيديو اللي نشره عبدالعزيز الرشيد بيشرح فيه الخطوات وأخيرا بشكل رسمي تطبيق انستغرام أتاح ميزة جدا مهمة وهي ميزة استرجاع المحذوفات من حسابك وحاليا لو حذفت صورة أو فيديو من حسابك راح يكون معاك 30 يوم لاسترجاع الملف والطريقة جدا سهلة لو حبيت استرجاع المحذوفات ادخل عدادات الخاصة بحسابك في الانستغرام وادخل على خيار الحساب وبعدها خيار المحذوفات مؤخرا أو المحذوب مؤخرا وراح يطلع لكل المنشورات اللي تم حذفها مؤخرا اختار المنشور وبعدين اضغط عادثات النقاط واختار استرجاع وبعدها بيوصلك كود لجوالك أو ايميلك لاسترجاع المحذوفات ولازم تكتب الكود وبكذا راح تقدر تسترجاع أي ملف أو منشور تم حذفه مؤخرا من حسابك في تطبيق الانستغرام طبعا من الانستغرام لتطبيق تويتر اللي ظاهر مو بس بينافس كلوب هاوس اللي انه هو كمان بينافس تيك توك بميزة سوبر فلوز على ما اتقد اللي تم الاعلان عنها مؤخرا وهي اضافة اضافة ميزة تتيح التبرع بمبالغ شهرية للحسابات المفضلة لك وهي ايضا خاصية جديدة من تويتر لوسائل الاعلام والمشاهير لكسب الاموال انا ما فهمت الموضوع يا شذا يعني كيف انا اتبرع لشخص انا احبه يعني مثلا يعني كثير من الناس اللي مثلا معجبين بالمشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي يكتروا انهم يتبرعوا للمشهور هذا على اساس انا ناقصوا يعني مدري لا المفروض فيها فيه اشخاص ثانيين اولى بهذا الموضوع حسيت فيه مقتنعت بالفكرة كثير ما عجبتك الفكرة لا ابدا ما عجبتني ايش اكثر ابليكيشن انتشر في خلال جائحة كورونا لا ثلاث طالعي ايش اكثر ابليكيشن كلنا بنستعملوا كان يعني ابليكيشن عادي جدا اصبح جدا مشهور بيستخدموه في الاجتماعات بيستخدموه في كلنا اه اوكي يلا اقولها ولا تقوليها يلا زوم زوم هي زوم اصلا زوم بينوي اضافة تقنية تسمح اجراء اجتماعات عابرة للقارات بسهولة بحيث يسمح بتقديم خواص الترجمة للشرح على نطاق واسع قريبا وبحسب تقارير تعتمد التقنيات الجديدة المدمجة في تطبيق زوم على ميزات الذكاء الاصطناعي وكذلك زوم ما وقفت هنا بس هي دخلت في منافسة مع جوجل ومايكروسوفت ايضا بحيث انه هي قررت تعمل بريد الكتروني وايضا تقويم انا انا اشوف تطبيق زوم انتغم الفرصة انه هو اصبح منتشر وكمان حابب ينافس الكل هذا الصح جاي طل غلب الكل صح هذه هي ويستحقوا يعني موقع زوم استحقوا هذا الشي والتطور اللي قاعدين نشهده طيب رح ننتقل للتريند والهاشتاغ الابرز ارتفع هاشتاغ vote for bts او صوت لي bts وذلك بعد طرح معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابي في تويتر تصويت عن اكثر فرقة كورية تتمنى حضور حفلة لها وشهدت تصويت اقبال كبير وتعليقات وعجاب من المتابعين والظاهر انه معجبي فريق بي تي اس يعني الكورية كان لها الحظ الاكبر والاوفر جاءت التغريدة طبعا تغريدة معالي المستشار تجاوبا مع احدى المتابعات اللي رسلت وطلبت استضافة الفرقة الكورية هذه بي تي اس لموسم الرياض ليرود معاليه في النهاية حاضر وان شاء الله احسن بعد جميل جدا يعني فرقة بي تي اس الكورية عندها اقبال جماهيري مو طبيعي خاصة من عندنا يعني قديش اقبال الشباب والبناء اتصدمت من كمية المتابعين اولا كانت هي افتتاح على غاني الكورية كانت افتتاح صراحة موسم الرياض وايضا موسم جدة بجمال كمية جمال الجمهور اللي حسس انه هو اتلبت كل رغبات وانا اقول موسم الرياض او هيئة الترفيه بشكل عام ما بتترك احد الا ما بتجيب يعني رغبته بيرض كل الرغبات صحيح صحيح بالفعل طيب هذه كانت اخبارنا لسوشال ميدي